السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده يارين لباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير في البرد اللي احنا فيه ده المهم تعالوا عشان هقولوكو كم حاجة كده قبل ما اوريكو دخول الجمهور المغربي لملعب مباراة الاهلي واوكلاند سيدي قبل المباراة بساعتين يعني قبل المرش بساعتين دخلين ولعبي الاهلي مصورين الفيديو والجمهور المغربي بيتوافد على الملعب فكل الشكر والتقدير للجمهور المغربي هوريكو الفيديو الصغير ده في الاخر لكن الاول تعالوا اقولكو انو وحيد القرن رجع تاني لهذا احذر للجزائريين الجزائريين مازال فيه منفذ منفذ للجزائريين لكي ينتصروا في المعركة للأسف المغاربة نقول لهم صاي انتهى المغرب المغرب بخاوتي المغاربة انهيار الدرهم ايام كحلاء جاية ايام كحلاء انهيار الدرهم اللي عنده الدرهم ناسحة لخاوتي المغاربة اللي عنده الدرهم يبيعه اليوم ويشتريه دولار ما تشتريهش أورو تشتريه دولار طب يشتريه ما خدوا بالكواب يا مغربة عشان الموضوع كبير كده أولا يا وحيد القرن انت كنت وحشنا جدا يا راجل انت كنت فين غبت انت شوي صراحة يعني فأنا عدت أقوله المشاخرة فين المشاخرة فين لقيتك جيت النهاردة ففرحتي يعني ان انت جيت خدوا بالكواب يا مغربة اللي عايز يشتري ما يشتريش بليورو اشتري دولار لانه الدرهم المغربي هينهار وقال لك المغرب هيشوف أيام سودة الفترة الجاية وفترة صعبة على المغرب طب المغربة عايزين يسألوك وانا برضو عايز استفسر منك يعني ممكن يشتريوا مثلا العملة الجزائرية ايه رأيك ما انت طالما انت جزائري وشايف انه الدرهم المغربي هينهار وانه المغربة يعيشوا أيام سودة والكلام اللي انت قلته ده فأكيد انت عارف انه العملة بتاعت بلدك هتتقدم وتتطور مش هوه ده المنطقة هو المنطقة وانا مش هوه مطالما انت سايب عملة بلدك وبتتكلم على عملة المغرب يبقى اكيد انت عارف ومتأكد ان عملة بلدك في تقدم وازدهار فبدل ما المغربة يروح يشتريوا يعني من الغريب والبعيد ويروح يشتريوا دولار من الدول الاجنبية يشتروا منك العملة بتاعتك مش اكيد العملة بتاعتك بتزدهر يعني سمكالها ماذا وحيد القرن ده وحيد القرن ده مفيش فايدة فيه وحيد القرن ده منين ما يطلع لنا لازم يقول حاجات نقعد نضحك عليها بالشهور والأيام وحيد القرن ده انت مالك انت بعملة المغرب ولا المغرب هيشوفوا ايه ولا المغرب مش هيشوفوا ايه يا عم انت مالك يا عم انت إلا حشرك سبحان الله ويطلع واحد يقول لك لما احنا نتكلم واش داخلك تعالوا نشوف بقى عشان في معايا فيديو تاني عالمي بصراحة يعني تعالوا نشوف الشباب اللي من هك اللي من عند الجيران اللي من كوكب لالا دول قالوا ايه في الفيديو ده يا شباب في يا شباب طب بعيدا يعني عن انتو طلعتوا الكائن الحيوانات دول في الفيديو وقلتوا ان دول المراركة بعيدا عن كده يعني بعيدا عن ان انتو وجهت السباب للشعب المغربي باللفز لكن بيتقال علينا احنا بنعمل المشكلة والأزمة لكن دول ملايكة ما بيعملوش حاجة مع انه قال على الشعب المغربي ووصف الشعب المغربي بكد الشعب المغربي لانه قال يالله يا عياشة العياشة وفي الاول قال العياشة واحنا كلنا عياشة وبعد كده المراركة فخلاص انت بتوصف ده بالمغربة دي رقم واحد بعيدا بقى عن قلة الادب دي وبعيدا عن اللي بيسيبوا الناس دي وبيدخلوا قالوا لنا ان احنا اللي عاملين المشكلة ويسيبوا الاشكال دي والنوعيات دي اللي المفروض احنا نكون لنا نرد عليهم اصلا مش انا بس اللي رد عليهم بعيدا عن ده انت بتأكلوا موز لي انت عارف ازمة الموز عندك يعني انت عشان تعمل فيديو وتنجح والناس تشوفك ثم تباوز اقتصاد بلدك انت نشفي موزيق عندك من شوية قال انه البنان والموز من اقوى الحاجات اللي في الاقتصاد الجزائري يبقى ما ينفعش بقى ان انت تباوز اقتصاد بلدك عشان تعمل فيديو البنان عندكه غالي الموز عندكه غالي وسعره عالي جدا يخريب عقلك ده انت مسخار فالحقيقة يعني انه انا عند القدرة ان انا ارد على كائن زي ده على واحد زي ده او شباب زي دول يعني بكل الاوصاف اللي ممكن تتخيلوه ما تتخيلوهاش انا الثاني طول اي دي لكن احنا ما تربناش على كده وده اللي بيحصل برضو معايا في رسائل الفيسبوك يعني فاحنا ما تربناش على كده يعني احنا تربنا ان احنا نرد نجيب الفيديو نحطه قدام الناس عشان نقول الناس الحقيقة ونقول الناس انه عايات دي بتعمل ايه وبتفكر ازاي وفي نفس الوقت نرد عليه رد سخر كده جميل انه قوله حبيبي الموز ده انت اولى بيه انت اولى بيه لانه الكائن اللي انت وقفه قدامك ده هو بيلاقي الموز انت لما بتلاقيهوش يعني هو لاقي الموز اكتر منك فياريت انك تاكل البنان وتتدفى وتحافظ على اقتصاب بلدك تعملش فيديوهات لان البنان عندك مش موجود ده الفيديو التاني الفيديو التالت ولا تعالوا نشوف يوم مساعدات غدائية في هبة انسانية تقدر بمئة وثمانين طن من المواد الغدائية الاساسية المتمثلة في الزيت السكر الحليب الفرينا كذلك الحبوب الجافة اذا هي هبة انسانية تقدم الى دولة كوبا الشقيقة الله اكبر عليك ايه الحلواني كوبا الشقيقة ده انتو ما بتقولوش المغرب كلمة المغرب ما بتقولوهاش انت ايه حكايتك بقى يعني كوبا بقيت كوبا الشقيقة والمغرب ما بتقولوش كلمة المغرب ما بتقولوش اسم المغرب انا هتجنن اذا احنا من قلس اسم المغرب لكن كوبا للدولة الشقيقة حاجة غريبة جدا وبعدين مش فيه ازمة اصلا موارد غذائية موجودة انا بشوفها ده يعني ساعات في الاخبار هناك فيه ازمة موارد غذائية وكده ازاي بقى جايبين الاكل ده وبتدولي كوبا الشقيقة يعني ليه ليه مثلا ممكن حد يبقى عنده ازمة في الموارد الغذائية ويعمل كده اه عشان كده خلاص كده انا عرفت اللي فيها ما هو الخبر ده يخليك على طول تعرف انه ليه كوبا بقت شقيقة وليه المغرب ما بنقولش اسمه او بنقول عليه المروق او يعني ما بنذكرهش لما بيحق بطولات في كاس العالم او انجازات في كاس العالم ما بنقولش لكن ده السبب اللي خلى كوبا بقت كوبا الشقيقة وممكن نديها اكلنا كمان وشرت بنا والنجوع مش مشكلة بس ابراهيم غالي يرضى عننا والبوليزاريو يرضى عننا هو ده السبب اللي خلى كوبا كوبا الشقيقة يا مدام اللي طلع بتعملي الفيديو ده تعالوا نشوف توافد الجماهير المغربية العظيمة طبعا احنا نتكلم على ماتش الاهلي واوكلاند سيتي وجمال الافتتاح وجمال اول مباراة والاستضافة الرائعة والتنظيم الرائع من المغربة ان شاء الله في فيديو تاني عن الموضوع ده لكن النهاردة هنكمل بس هوريكوا لقطة صغيرة الاستوري حطها لاعب الاهلي كريستو وكانت بتبين توافد الفيديو ده اللي هتشوفو دلوقتي قبل الماتش بساعتين كان قبل الماتش بساعتين شوفوا توافد الجماهير طبعا حاجة رائع جدا لانه العدد ده بالنسبة لقبلها بساعتين وماتش مفيهوش فريق مغربي ده يبين قد ايه المغربة دعمين للنادي الاهلي دي البداية قبل ماتش بساعتين طبعا شوفتو في المباراة في نهاية الفيديو اولا عايز اشكر الشعب المغربي بالكامل عايز اشكر الجمهور المغربي رائع على استضافة النادي الاهلي المصري وعلى تشجيع النادي الاهلي المصري ولينا كلام على المباراة ان شاء الله في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله تحياتي ليكم جميعا وانا كنبغيكم بزاف وحافظ الله مصر وحافظ الله المغرب وشكرا مرة اخرى على الاستضافة الرائعة للنادي الاهلي المصري والسلام عليكم